اهلا بحضراتكم من جديد تدعيات كثيرة متواصلة منذ الكشف عن قضية تسريب الوفائق السرية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتجون وتحقيق السلطات الأمريكية في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنها تكشف عن وفائق سرية للغاية بشأن الحرب في أوكرانيا وقضايا دولية أخرى فيما يمكن أن يكون أحد أخطر لانتهاكات الاستخبارية منذ عقود يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانوال مكرون على ضرورة ألا تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة كل هذه القضايا نناقشها مع ضيفي العميد دكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سيد العميد مساء الخير وأهلا بحضرتك أهلا بك سيد قولي في البداية بتشوف إزاي تدعيات أزمة نشر الوثائق الأخيرة الوثائق المصربة الخاصة بالبنتجون يعني بشوف الحقيقة أن احنا قدام عصفة حقيقية عملية اختراق فعلية ربما زي ما حضرتك وصفتيها أخطر الانتهاكات الاستخباراتية بالفعل حجم المعلومات الذي كشف عنه حتى الآن ونحن على مسافة ساعات معدودة من الكشف عن هذه الوثائق والتي ينتظر أن تكشف عن المزيد مما تحويه من معلومات الحقيقة عصفة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة لها علاقة في جزء كبير جدا منها طبعا بالحرب الروسية الأوكرانية لكن الأخطر الحقيقة أنها أيضا بتتمس مع عديد من القضايا الموجودة في مختلف مناطق العالم وصولا إلى منطقتنا في الشرق الأوسط والكشف عن تفاعل الولايات المتحدة الأمريكية مع عديد من شركائها الأساسيين والرئيسيين في ساحات حتى بعيدة إلى حد ما عن الحرب الروسية الأوكرانية لكنها ذات ارتباط يعني زي ما بنتحدث عن إسرائيل عن كوريا الجنوبية عن مناطق أخرى عن بعض من الدول إفريقية يعني الحقيقة كشف أعتقد أنه سيكون له ما بعده كل هذا القدر من المعلومات التي صارت متاحة وموجودة على المنصات الاجتماعية وعلى مواقع الإنترنت وبالطبع وصلت إلى أيدي الجانب الروسي والصيني وكل من هم ضالعين في مثل هذه التفاعلات الدولية الدقيقة أعتقد هيحدث الكثير من التغيرات في المشهد الدولي هنتابع خلال نشر المزيد من الوثائق بل وأيضا بدأ هناك حديث عن تغيرات قد حدثت خلال هذه الفترة القصيرة ونحن نتحدث عن يوم أو يوم ونصف أو يومين على أقصى تقدير ساعات إذا بنا النهاردة نتابع تصريحات من الرئاسة الأوكرانية تتحدث عن تغييرات في عملية التخطيط للهجوم الأوكراني المضاد الذي كان قيد الإعداد خلال الفترة القادمة طبعا هذه الخطة بدأت من قبل الكشف عن هذه الوثائق بعد الوثائق أول تصريح يخرج كأحد أخطر التداعيات وهو تغيير الخطط العملياتية على الأرض في المصرح الأوكراني طيب في اعتقادك مين اللي بيقف وراء هذا التسريح؟ يعني ما فيش شك إحنا مع هذا الصراع الدولي المحتدم واللي في جزء منه عسكري وفي جزء منه استقطاب دولي حاد جدا دخلين في عامه الثاني منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية يتصور طبعا أن هناك صراع استخباراتي شرس للغاية ربما كان يتم خلال الفترة الماضية في الظل ويعني تحتل المساحة المتقدمة منه الأعمال العسكرية والقتال والسلاح والدخائر والضحايا لكن يبقى مساحات الظل هي المساحات الأخطر وأظن أن هناك اختراق قد حدث بالطبع لم يفصح عن الجهة التي استطاعت أن تحدث هذا الاختراق تحقيقات واسعة بدأت داخل الولايات المتحدة الأمريكية وتم الإعلان عنها حول كيفية الوصول إلى هذه الوصائق بعض من الإجراءات الاحترازية التي سريعا جدا اتخذتها الأجهزة الأمريكية بتقييد حركة تدفق هذه الوصائق أو هذه المعلومات الاستخباراتية اللي يفترض أنها بتخرج من أجهزة المخابرات الأمريكية بشكل دوري إلى الحلفاء قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقييدها وده سمعناه برضو كتاني تداعي من تداعيات الكشف عن هذه الوصائق لو قلنا التداعي الأول هو التفكير في تغيير خطط الهجوم المضاد الأوكراني التداعي التاني هو إبداء الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية نزعاجهم من عدم قدرتهم المستقبلية على الوصول إلى مثل هذه المعلومات اللي يفترض أنهم بيتشاركوا فيها مع حلفهم الرئيسي لولايات المتحدة الأمريكية فالأمر لسه في مرحلته الأولى لكن يبدو عليه جدية شديدة ويبدو عليه أنه هيجعل الولايات المتحدة الأمريكية تعيد مرة أخرى منظومة عملها الاستخباراتي ومنظومة مقتضياتها الأمنية وتحفظاتها واحترازاتها الأمنية حول مسألة تبادل المعلومات حتى مع الشركاء كما أعلنت مؤخراً الولايات المتحدة هل هذا التسريب يعني أنه من الوارد أو أنه يعني مش صعب جداً اختراق أنظمة التأمين بالبنتجون؟ آه طبعاً والعمل الاستخباراتي من الممكن أن يعتمد أيضاً ليس اختراقاً تكنولوجياً فقط ولكن أيضاً يعتمد على العناصر البشرية ومن الممكن أن يكون هناك بعض من من تم تجندهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على مثل هذه المعلومات أو الوثائق قد يكون داخل الولايات المتحدة أو خارجها عندما نتحدث عن الشركاء شركاء الولايات المتحدة اللي كان بيتم إمدادهم بمثل هذه التقارير هي تقارير دورية من النظرة الأولى لها بعضها عبر مراسلات عبر تقييمات موقف تقديرات عبر تقييم العمل على جبهة روسيا وأوكرانيا نقل عن بعض من المعلومات التي وصلت لها جهاز الاستخبارات الأمريكية وتريد أن تنقله إلى العديد من الشركاء أو تتبادله بين أجهزة الاستخبارات الأمريكية بعضها وبعض عندما نتابع ما أورادته حول ضغوط أمريكية على إسرائيل على سبيل المثال من أجل دعم أوكرانيا بأسلحة فتاكة في الحرب كي تعود عملية نقص الزخائر ونقص التسليح لديها هذا من أهم وأخطر ما تم الكشف عنه مؤخرا أن هناك بعض من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية كانت ضالعة في تدعيم وتمويل التظاهرات والاحتجاجات التي كانت موجودة في داخل إسرائيل ضد الحكومة الحالية هذا الأمر أيضا ورد بتفاصيله في هذه الوثائق التي تم الكشف عنها بالمقابل في حالة كوريا الجنوبية حالة مشابهة حول دفع الولايات المتحدة الأمريكية للكوريا الجنوبية أن تدخل كي تساند أوكرانيا بشكل أو بآخر حديث مقابل من كوريا الجنوبية للولايات المتحدة حول قدرات كوريا الشمالية وتناميها وخشية كوريا الجنوبية من أن يحدث دخول إلى مربعات أكثر توترا يعني لما بنتكلم على حرب الروسية الأوكرانية لكن أيضا تماس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين شركاء لها وتبادل لمعلومات شديدة الأهمية والسرية وأيضا هي تبدو مؤكدة من حيث أن احنا تبعنا بعض من عنوانها وبعض من تفاصيلها خلال العام ونصف من عمر الحرب الروسية الأوكرانية يعني إيه أهم ملافة انتباهك ستر عميد حول هذه التسريبات؟ أهم ملافة انتباهي الحقيقة أولا هذه الغزارة المعلوماتية ولذلك وصفتها بالعصفة تفاصيل يعني تفاصيل كثيرة جدا جدا هتقترب من وثائق ويكيليكس هتقترب من تسريبات سنودين الشهيرة هيكون يعني اللي احنا تبعناه واللي اطلعنا عليه ربما لا يتجاوز 50 إلى 70 وثيقة يقال إن تم في التسريب الأول 100 وثيقة أظن أن من تمكن أو نجح في إحداث هذا الاختراق لديه ألاف الوثائق وليس عدد بالمئات لفت انتباهي أن الحرب الروسية الأوكرانية يعني هي لازالت محور الأزمة الدولية على مستوى العالم حتى هذه اللحظة وكل ما تم خروجه من مناطق كثيرة جدا في العالم داخل هذه الوثائق هي أيضا مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية يعني لو تحدثنا عن ضغوط تمارسها لولايات المتحدة أو طلبات أو دفع من خلالها لبعض من شركائها أن هما يتقدموا لتدعيم أوكرانيا داخل الحرب الدائرة يعني تظل الحرب هي النجم الأول للأحداث وأن الحرب فعلا ثقيلة الوطأ حتى على دول كبرى تدعمها وتقف فراءها بحجم الولايات المتحدة الأمريكية حجم الفجوة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين أوروبا الحقيقة واضح في هذه الوثائق بشكل كبير جدا ولذلك ربما كان الإجراء الأول هو حجب التداول المعلوماتي الاستخباراتي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الغربيين كان أول قرارات الاحترازية اللي خدتها الأجهزة الأمريكية حلو لو روحنا لأوروبا فعلا بتشوف إزاي تصريحات مثلا رئيس الفرنسي مانويل ماكرون بأنه لا يجب أن تصبح أوروبا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية بالضبط ودي نقطة في غاية الأهمية ويعني إشارة زكية جدا من حضيك الربط اللي احنا كنا بنتابعه قبل يومين بالضبط من الإعلان عن نشر هذه الوسائق كان يصرح في العلن الرئيس الفرنسي وهو موجود في الصين وأيضا بعد زيارته للصين حول الخروج من الوحدة الاستراتيجية للرؤية الأمريكية أو ضرورة خروج أوروبا من هذه الحتمية الاستراتيجية وسماها الحقيقة أوصاف يعني جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد هذه التصريحات بشكل لازع وإنها تشير إلى أن هناك تحت السطح هناك شرخ حقيقي ما بين دول بحجم فرنسا في داخل الاتحاد الأوروبي وهي يعني لو قلنا الاتحاد الأوروبي أكبر دولتين فيه فرنسا وألمانيا أن فرنسا تغرد هذا التقريد خارج سرب المعسكر الغربي ده بيفصح عن حجم الشرخ الموجود ما بين رؤية كلتا الدولتين دولات المتحدة الأمريكية ودولة بحجم فرنسا لما بنقول أن الدول الأوروبية لازالت تراهن على إحداث قدر من التوازن بدليل هذه الزيارة من رئيس الفرنسي إلى الصين رغم حالة الاحتقان الكبيرة جدا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على الأقل في الفترة الأخيرة ده يدل على أن هناك فيه تعارض وفيه تنقض كبير جدا فيه الرؤى وفيه أيضا فطورة كبيرة جدا وباهزة تدفعها الدول الأوروبية جراء الحرب الروسية الأوكرانية دفعها إلى مثل هذه الخطوات التي تبدو بعيدا عن فضاءها التقليدي والكلاسيكي مع معسكرها الغربي مع قيادة للولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا على سبيل المثال لا شايفين تباعد كبير جدا هذه الجبهة واضح أن فيها فجوات كبيرة الوسائق عبرت عن جزء منها الأحاديث اللي خرجت من الرئيس الفرنسي والخطوة الفرنسية عبرت عن أجزاء أخرى تشير إلى نفس الموضوع نعم أنا بشكر حياتك شكرا جزيلا نسات العميد دكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شرتنا ونورتك شكرا جزيلا شكرا لحضرتك وبشكر حضرتكم أشوفكم إن شاء الله بكرة في حديث الأخبار إلى اللقاء